في سباق مع الجلسة التشريعية في مجلس النواب هذا الخميس ومع موعد تصحيح الامتحانات تشري اتصالات اللحظات الأخيرة للتوصل إلى تفاهم على أقرار سلسلة متوازنة بنفقاتها وإراداتها وزير التربية ليسبو الصعب كان حاسماً بأنه سيكون إلى جانب هيئة التنسيق في حال عدم إقرار السلسلة متمنياً التوصل إلى تفاهم حولها في الأيام الثلاثة الجارية قال لي الرئيس سانيورا أنه بعد كل اللي صار بموضوع السلسلة بيكون هناك ظلامة إذا ما بنعطي سلسلة ولكن هو ملتزم حسب ما قال لي بإقرار سلسلة بس تكون سلسلة عادلة ومبلغها محمولة حن غريب بقي على لآته الثلاثة لا للتخفيد لا للتجسئة ولا للتقسيد ولكنه أبقى الباب مفتوحاً على معادلة تحقيق سلسلة تؤمن الحقوق ولا تضربها بحجة الإرادات هيئة التنسيق النقابية عم تقدم جواب لمعلي بيتناول هالكتاب الخطي مجموعة من السوابة حول كيفية الحفاظ على العدالة وعلى الحقوق في جداول أرقام سلسلة الرتب والرواد في إطار الاتصالات عقد اجتماع بين النواب بهية الحريري وابراهيم كنعان وجمال الجراح وعلم أن نقاط التباين عرضت بين الطرفين وهي تدور حول واردات التفئة وتعرفة الكهرباء والبناء المستدام وحول أرقام السلسلة لجهة الدرجات الست للمعلمين وزيادات القوى الأمنية والمتقاعدين ووفق المعلومات أنه اتفق على استكمال الاتصالات مع وزير المال لتوضيح الأرقام وقد اتصل النائب كنعان برئيس المجلس كما بوزير المال بعد الاجتماع وعلم أيضا أن رئيس فؤاد السنيورة يعقد اجتماعات متلاحقة ومنها اجتماعه مع وزير التربية ومع حلفائه في مسعى جماعي لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى تفاهم قبل جلسة الخميس وفي المحاصلة كتة المستقبل مع حلفائها ما زالت تشترط التفاهم على السلسلة قبل الدخول إلى الجلسة والفريق الآخر يعترض على ذلك